نحن الآن على جسر الأولي الذي يربط صيدة المدخل الجنوب بالعاصمة بيروت كما ترى هناك ازدحام للسير لحركة النازحين من الكرة الجنوبية طبعا هذه النقطة من المفترض أن يمر عبرها النازحون الذين تركوا كراهم اليوم بعد حوالي العام على الحرب قبل قليل كان هناك عدد من السيارات الراكنة على جنب الطريق ولكن الجيش اللبناني طلب منهم المغادرة بسبب ازدحام السير على هذه الطريق البعض الذين تحدثنا إليهم قالوا بأنه يعملون على التحرك ضمن مجموعات ينتظرون عائلاتهم عند هذه النقطة عند نقطة الأولي كي يتحركوا بشكل مجموعات إلى بيروت والبعض الآخر قال بأنه لا يعلم حقيقة إلى أين يذهب كان هناك مناشدة من أحد الموجودين هنا إن كان هناك طريقة لمعرفة إذا كان هناك لأن هناك مبادرات شخصية لتأمين منازل للنازحين إضافة إلى موضوع المدارس التي تحدث عنها وزير الداخلية اليوم عدد من المدارس بالفعل تم تحضيرها بالتعاون مع وزارة التربية لاستقبال هذا العدد من النازحين كان هناك اجتماع للجنة الطوارئ اليوم بحضور المنصق للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا كان رئيس لجنة الطوارئ الوزير ناصر يسين كان قد قال بأن حتى الآن عدد النازحين المتوقع هو غير معروف ولكن هناك إجراءات اتخذت في كافة المناطق اللبنانية لتأمين مراكز إيواء سواء كان في مناطق آمنة يعتقد أنها آمنة في البقاع مناطق في بيروت مناطق في جبل في جبل لبنان وأيضا في مدن جنوبية مثل صيدة وحتى الآن صور يعني هناك خطة لإبقاء النازحين للنازحين فيها بالنسبة لموضوع تأمين الاحتياجات المادية للنازحين كان هناك اليوم تأكيد من قبل مؤسسات دولية شاركت في اجتماع لجنة الطوارئ إضافة إلى منصق الأمم المتحدة في لبنان قالوا بأنه سيكون هناك دعم للحكومة اللبنانية دعم مادي من أجل تأمين موضوع النازحين خاصة وأنه كما هو معروف يعني موضوع يعني قدرة الحكومة اللبنانية على على تأمين احتياجات النازحين لوقت طويل سيكون موضوع صعب خاصة وأن العدد ارتفع بفجأة وبشكل يعني ارتفع فجأة وبشكل سريع بعض الأهالي هنا تحدثوا بأن الغراط كانت تقع بين منازلهم بأنهم يعني لم ينزحوا طيلة العام لأنهم يعني كانت كان الوضع آمن نوعا ما وصباحا عندما تلقوا الرسائل لم يعتقد بأن الأمر جدي لم يغادروا منازلهم اعتقدوا بأنهم بأن بأنهم لن يكون هناك استهداف لمدنيين ولكنهم تفاجأوا بيالغراط ومشهد المدنيين الذين كانوا يتساقطون أمامهم